يا هلا والله بالرهيبين معكم ايفل ومقطع اليوم مثل ما هو واضح في العلوان المقطع بيتكلم عن العمالقة اقوية ولكن مع الاسف المستخدمين للعمالقة ذولي ضعفاء فاتمنى ان المعلومة وصلت قبل ما اخش بزبدة المقطع جبتلكم قناة مرة مرة رهيبة ينزل انطباعات اول باول ينزل اخبار اي شي عن الانمي بشكل مرة اسطوري يسويه حتى توب فايف وتوب تين واشياء مرة كثيرة وطبعا ما شاء الله الرجال يتقبل اي نقط اذا شفت شي ما اعجبك في قناته بتقدر تنتقدوا عليها وان شاء الله راح يعدل عشان يطور من محتواه وانا عارف انه جيش ايفل يقدر يوصل اي قناة حتى مليون اوكي انا بالغت يبغى يوصل عشر الاف مشترك فاتمنى انكم توصلوه وزائد انه في جوائز رهيبة بيسويها منها ستور بلاستيشن ومن ذلكلام يعني فشايقوا على قناته واشتركوا فيها يبغى يوصل في اقرب وقت عشر الاف مشترك فايا بدون ما اطول عليكم خلونا نخش اول شخصية معنا في اللستة اللي هو ارمين طبعا كلنا نعرف انه ارمين ذكي وشفنا كثير من الاشياء اللي تدل على انه ذكي ويتخذ قرارات مناسبة ولكن لو جينا نتكلم عن قوته البدنية وعدد العمالقة اللي قتلهم يعني حرفيا هو ضعيف من هذه الناحية وصراحة شخصيته ضعيفة شويتين ويتردد في اتخاذ المواقف يعني ما يتخذ قرار بسرعة يعني وزي ما شفنا معركته مع ايرن بالايدي كان حرفيا زي الحشرة برضو لو ايروين هو اللي اخذ العملاق كان رح يكون شيء ثاني والقصة رح تتغير مية وثمانين درجة انا اتوقع اصلا لو ايرن تواجه او تلاكم مع ايروين سميث انا اتوقع انه ايروين رح يجلد ايرن هذا هو توقع الشخصي يعني لو صار هالشيء وطبعا القصة رح تتغير مية وثمانين درجة المهم خلونا نخش اللي بعد واللي هي شخصية لارا صاحبة عملاق المطرقة طبعا مقاتلة موهوبة بالفطرة وذكية وبرضو كانت قادرة انها تجاري ايرن ترى حنا قاعد نتكلم عن ايرن في موسم الرابع يا جماعة ايرن في موسم الرابع يختلف عن باقي المواسط من شدة قوته صار يتحول ورا بعض يعني بدون اي توقف حرفيا ايرن شيء ثاني في موسم الرابع لو قاررناها عن باقي المواسم يعني المهم خلونا نرجع للموضوع السبب اللي خلاني اني حطها ضمن الليستة رغم انه اداها كان مرة اسطوري هي انه ما عندها خبرة قتالية ما تلقت اي تدريب لو قاررناها براينار او آني هم في مستوى مرة مختلف يعني لو جينا نتكلم عن راينار او زيكي او آني خضعوا لتدريب مكثف ومرة صعب اما هي ما خضعت لأي تدريب فاكيد خبرتها القتالية رح يكون مرة قليلة وما ندري ممكن خضعت لتدريب من وراء الكواليس وما شفنا هالشي او ما جابوا هالشي بس حسب اللي شفنا هي ما خضعت لأي تدريب فمية في المية خبرتها القتالية رح يكون مرة اقل بكثير من المستخدمين العمالق الثانيين وخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي فريد ريس اوكي لو سألت اي واحد او اي شخص متابع انمي اتاكن تايتن على طول بيقول لك وبدون اي تردد انه عملاق المؤسس هو الاقوى بس مع الاسف فريد ريس هي ضعيفة او تعتبر من اضعف مستخدمين العمالقة وصراحة انا عن نفسي ما اشوف انها تستاهل انها تمتلك عملاق المؤسس انا باقلك شلون يعني تخيل معي صاحب عملاق المؤسس وعنده امكانيات انه يستعملوا بشكل مرة كويس تجالد مع الشخص اللي هو قريشا ييقر ولا انهزمت بكل سهولة وفوكل هذا فيه كم واحد في حواليها قدر يدعسهم بكل سهولة برضو هي ما تلقت اي تدريب وما شفناها اصلا تتدرب فاكيد خبرتها القتالية رح يكون اقل بكثير من المستخدمين الثانيين فعشان كذا انا شوفها هي من اضعف المستخدمين لعملاق المؤسس في السلسلة فخلونا نتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي بيك بيك تقريبا زي ارمن ذكية بس العملاق حقها يعني يمش بذاك القوة وبرضو هي بنفسها ما هي قوية صراحة وعشان تعرف قد ايش هي ضعيفة الموضوع تطلب بعدة جنود فوق راسها مسلحين برشاشات مرة قوية عشان يفنشون اي واحد قريب صحيح انها تقدر تدعس اي واحد كذا بشكل عادي ومن ذا الكلام وبرضو تقدر يعني تقعد بهيئة العملاق لوقت مرة طويل بس حرفيا هي ضعيفة حتى من ناحية قولتين البنانية يعني حرفيا ايرن الحالو يقدر يطحنها بكل سهولة حتى لو مسلحين يطلقون عليه يقدر يفنشها بكل سهولة فيب خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها وحدوا شوي الشخصية هذه ايرن ممكن ان بعض يقول هاي انت قبل شوي قعد تطبل ايرن ايرن سوى ايرن مادلوا ايش ايرن اوكي خلونا ننتقل اول شي لموسمين السابقين اللي هو موسم الاول والثاني كان ضعيف صراحة بس ما احد ينكر انه صار قوي وخطير ويسبب يعني رعب لناس كثير في موسم الرابع ولكن حنا نتكلم عن موسم الثاني والاو حرفيا الاغلب اللي كان ينقذوا ميكاسا والفيلق وحرفيا في مرات كثيرة كان بيروح فيها لو لا مساعدة الفيلق فاتقدر تقول انه على ذيك الفترة يعني حبة حبة كان ياخذ خبرة ومن ذا الكلام بس احس انه يعني يتأخر شويتين في التطور لانه في موسم الاول حتى من قبل ما يكتشف انه عنده عملاق ومن ذا الكلام في البداية تلقى تدريب وتدرب على عدات المناورة وعنده شوية خبرة في القتال ومن ذا الكلام المفروض يكون عنده يعني الخبرة الكافية في الاشياء هذه يعني فاحس انه تطوره كان بطيء بس صراحة كان منطقي من ناحية البناء ومن ذا الكلام يعني فايسيام اهنيك صراحة وبس والله كان هذا اللي عندي اتمنى انه مقطعينه لإعجابك ولا تنسى الاشتراك واللايك والنشر ولا تنسى انك شيء على فيدهات السابقة ولا اوصيكم في القناة اللي تكلمت عنها في البداية وبس اشوفكم على الخير Peace